بسم الله الرحمن الرحيم الرياضيات للصف الثاني الابتدائي طرح مع عادة التسمية حتى العدد 999 معكم معلمة المادة طيبة على الدين من مدرسة القيم الابتدائية النموذجية الأهلية نبتأ يا حلوين جلستنا لهذا اليوم بطرح مع عادة التسمية يا حلوين أخذناها بالصف ورح نبدأ الراجح اليوم إن شاء الله أرجونا انتظار دقائق يا حلوين لحدي منبقية التلاميذ يعني فكرة درسنا أستعمل لعادة التسمية لأطرح عددين من مرتبتين أو من ثلاث مراتب أخذنا بالدرس السابق مجموعة من الأمثلة هل سهل نحن أخذ مجموعة من الأمثلة حتى نتأكد جميعنا من في الموضوع يا حلوين أرجو من جميع الانتباه يا أبطال المتفوقين الآن لدينا العدد مئتان وستة وثلاثون ناقص تسعة وثلاثون دائما يا حلوين كنا عملية الطرح نبدأ من مرتبة الآحد نبدأ الطرح من مرتبة الآحد الآحد مع الآحد والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات نبدأ الطرح من مرتبة الآحد ستة ناقص تسعة هل يمكنني أن أطرح ستة ناقص تسعة؟ لا يمكنني أن أطرح ذلك لماذا؟ لأن الستة هنا أصغر من التسعة والمفروض دائما العدد اللي بالأعلى يكون هو الكبير ماذا أفعل بهذه الطريقة يا حلونين؟ أقوم بأخذ واحد من مرتبة العشرات ثلاثة ناقص واحد تبقى اثنان الآحد كم تصبح؟ تصبح ستة عشر أخذنا واحد من مرتبة العشرات أصبحت الآحد ستة عشر الآن أصبحت الآحد كبيرة ستة عشر يمكنني أن أطرح ستة عشر ناقص تسعة أقوم بيعد بعد التسعة إلى أن أصل إلى ستة عشر بعد التسعة عشر أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة أنتقل للعشرات اثنان ناقص ثلاثة هل يمكنني أن أطرح؟ اثنان ناقص ثلاثة اثنان هل يمكنني أن أطرح اثنان ناقص ثلاثة؟ كلا لماذا؟ لأن الاثنان هنا أصغر من الثلاثة المفروض العدد بالأعلى يكون أكبر ماذا أفعل؟ أقوم بأخذ واحد من مرتبة المئات العشرات تأخذ من مرتبة المئات اثنان نأخذ منها واحد تصبح واحد والعشرات كم تصبح؟ اثنى عشر الآن نقوم بعملية الطرح اثنى عشر ناقص ثلاثة نقوم بلعد بعد الثلاثة إلى أن أصل إلى الاثنى عشر بعد الثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنى عشر كم يا حلوين؟ تسعة أحسنتم يا أبطالي والمئات تبقى كما هي لدينا مثال آخر أحسنتم يا أبطالي لدينا مثال آخر سبعمائة وأربعون ناقص مئتان وستون دائما بعملية الطرح أبدأ من مرتبة الآحاد الآحاد مع الآحاد والعشرات كذلك والمئات مع المئات أبدأ من الآحاد صفر ناقص صفر يمكنني أن أطرح بكل سهولة صفر ننتقل للعشرات أربعة ناقص ستة هل يمكنني أن أطرح؟ أربعة ناقص ستة هل يمكنني أن أطرح؟ لا لماذا؟ يعني الأربعة أصغر من الستة ماذا أفعل بهذه الطريقة؟ أقوم بأخذ واحد من المئات سبعة أأخذ منها واحد كم يتبقى لدينا؟ ستة والعشرات كم تصبح؟ أربعة عشر الآن أصبحت العشرات كبيرة أستطيع أن أطرح أربعة عشر ناقص ستة أعد بعد الستة إلى أن أصل إلى الأربعة عشر بعد الستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر كم يا حلوين؟ أرفعوا لي أصابقكم أمام الكاميرا أحسنتم ثمانية انتقل للمئات ستة ناقص اثنان ألا أستطيع أن أطرح؟ نعم أطرح بكل سهولة يعني العدد البلعلى هو الكبير ستة ناقص اثنان يساوي أربعة شكرا يا أبطالي الآن أأخذ سؤال آخر أربعة ومئة وثلاثة ناقص مئة وأربعة أبدأ الطرح من مرتبة الآحات آحات مع الآحات والعشرات مع العشرات والمئات مع المئات ثلاثة ناقص أربعة هل يمكنني أن أطرح ثلاثة ناقص أربعة؟ لا لماذا؟ يعني الثلاثة هنا أصغر من الأربعة العدد البلعلى هنا أصغر ماذا أفعل بهذه الطريقة؟ أأخذ من مرتبة العشرات لكن مرتبة العشرات هنا صفر لا تؤمن لا أستطيع أن أأخذ منها ماذا أفعل؟ أأخذ من مرتبة المئات أربعة وم بأخذ واحد منها أربعة ناقص واحد ثلاثة العشرات المئات تقوم بإعطاء للعشرات تصبح العشرات عشرة العشرات المئات تعطي للعشرات تصبح العشرات عشرة والعشرات هنا تعطي للآحات عشرة نأخذ من عده واحد تصبح تسعة والآحد تصبح ثلاثة عشر الآن بهذه الطريقة يمكنني أن أطرح بكل سهولة أكرر يا أبطال الحلوين أكرر مرة أخرى أربعة مئة وثلاثة ناقص مئة وأربعة لا يمكنني أن أطرح الآحد لأن الآحد أصغر هنا أصغر من الآحد في العدد الثاني ماذا أفعل؟ أخذ من العشرات لكن هل يمكنني أن أخذ من العشرات هنا؟ لماذا؟ لأن العشرات هنا صفر إذا كانت العشرات صفر نذهب نأخذ من المئات المئات أربعة المئات أربعة نأخذ منها واحد تصبح ثلاثة المئات تعطي للعشرات واحد أصبح العشرات عشرات العشرات تعطي للآحد عشرة نأخذ منها واحد تصبح تسعة والآحد تصبح ثلاثة عشر الآن أستطيع أن أطرح بكل سهولة ثلاثة عشر ناقص أربعة أعد بعد الأربعة إلى أن أصل لثلاثة عشر بعد الأربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر تسعة أنتقل للعشرات تسعة ناقص صفر تبقى كما هي ثلاثة ناقص واحد اثنان يا أبطالنا الحلوين أستأريت تلاميذ الأبطال يشاركوني بالحل أطلب من تلاميذ الحلوين يشاركوني بالحل من من الأبطال الحلوين يشاركوني بالحل أطلب من عبدالله حسن يلا يا عبودي نعم سامسة أهلا يا بطال يلا يا عبودي أقرأي سبعمائة وواحد وثمانون ناقص سبعمائة وستة يا بطال ابدأ عملية الطرح يا عبدالله من نبدأ دائما عملية الطرح من أي مرتبة يا بطال من الأحا من مرتبة الآحات أحسنت يا بطال من مرتبة الآحات يلا يا بطال ابدأ الطرح واحد ناقص ستة ما يصير الواحد يصير الثمانية يصير سبعة والواحد يصير دعش أحسنت يا بطال الآن نستطيع أن نطرح أحد عشر ناقص ستة سبعة ثمانية تسعة أشوية دعش قمسة أحسنت يا بطال أحسنت يا عبودي سبعة ناقص صفر ما يصير سبعة ناقص صفر يا عبدالله سبعة ناقص صفر ما يصير حبيبي أيه ما أكبر سبعة مصصفر نتبه دائما عبدالله لازم يكون عدد بالأعلى لازم يكون هو الكبير سبعة ناقص صفر سبعة سبعة ناقص صفر يساوي سبعة أحسنت الآن ننتقل لمرتبة المئات سبعة ناقص سبعة يساوي صفر أحسنت يا بطال تصفيق العبدالله شكرا يا عبودي شكرا يا سانسي شكرا يا بطال بس أطلب من بطال آخر من الحلوين يشاركني بالحل بطال آخر من الأبطال يشاركني بالحل أطلب من محمد حارس يلا يا محمد حارس محمد حارس يلا يا بطال يا محمد حارس خمسمائة ناقص اثنان واربعون دائما يا محمد من نبدأ عملية الطرح من يا مرتبة نبدأ أحد صفر ناقص اثنان كم يساوي يا بطال تطينة واحد والمئات تبقى أربعة أحسنت تصبح أربعة يساوي عشرة والعشرات كم تصبح تسعة والأحد كم تصبح عشرة أحسنت يا بطال الآن نستطيع أن نطرح يا محمد أي يلا تصبح عشرة ناقص اثنان ثمانية أحسنت يا بطال والعشرات وتسعة وتسعة ناقص أربعة ستة تسعة ناقص أربعة تأكد منها محمد خمسة أحسنت يا بطال والمئات الأربعة تبقى أكد منها شكرا يا محمد شكرا شكرا يا بطال سأطلب من تلميذ آخر يشاركني بالحال أطلب من علاء سامي يلا يا علاء سامي نعم نعم سامي يلا يا علاء ثمانية وأحد عشر ناقص سهل سهل مئة وسبعة وسبعون دائما للطرف الآحات الآحات ما نقدر الآحات نتضايا منها أم تصبح العشرات يا علاء العشرات هتصير سفر والآحد هتصير أحد عشر أحسنت أحد عشر الآن نستطيع أطرح أطرح ليها يا بطال ثمانية ثمانية تسعة عشر دعش أربعة أحسنت يا بطال السبعة ناقص واحد السبعة ناقص صفر 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 ناقص سبعة والمئات المئات هتصير سبعة وهي هتصير الصفر أشغة أحسنت يا بطال أحسنت يا مدني نقدر نقدر أحسنت نطرح نطرح همي نفس الشيء أربعة لا تلكد أحسنت ثلاثة هاي هاي سهلة هاي سوية جد اثنين سبعة 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 ناقص واحد ستة أحسنت يا بطال شكرا جزيلا يا بطال شكرا ساتن بس أطلب من بطال من الأبطال آخر يشاركني بالحل أطلب من واحد من أبطالي يلا يا زين عمار زين عمار نعم سانسي يلا يا بطال الأبطال زين عمار ثلاثمائة واربعة وسبعون ناقص خمسة وعشرون يا بطال نبدأ دائما عملية الطرح من مرتبة الأحاد يجب أن يكون العدد الأول البلأعلى دائما يجب أن يكون هو الكبير لكن بعض الأحيان يكون العدد البلأعلى أصغر ماذا نفعل بهذا الطريق يا زيني يلا أبدأ الحل يا بطال دائما العشرة طيب ايه محفظة؟ دائما عشرات ستة أحسنت أربعة أربعة أحسنت أربعة عشر الآن نستطيع أن نطرح نعم اطرح ليها بطال ستة سبعة ثانية تسعة أشبت عشر عشر تبعش أوربعش كم؟ تسعة أحسنت يا بطال ننتقل للعشرات ستة ناقص أثنين نقدر نطرح يا زيني نعم اطرح ليها ستة ناقص أثنان أربعة أحسنت يا بطال والمئات يا زين تبع كمان أحسنت يا بطال الأبطال شكرا يا زين شكرا يا بطال شكرا يا زيني الآن ننتقل البطال الآخر من الأبطال شاركني بالحال أطلب من ليس يلا يا ليس يلا يا ليس تسمعني ليس المايك عندما ده يشتغل أسنسأل بطال آخر يلا يا يارا نمير يلا يا ورد يا يارا يلا يا يارا نمير نعم أهلا يا حبيبش يا يارا يارا لدينا العدد ثمانمائة ناقص مئتان وخمسة وخمسون دائما يا حلوة نبدأ عملية الطرح من مرتبة الآحد يجب أن يكون العدد البلعلى هو الكبير تارا صفر ناقص خمسة نستطيع أن نطرح لا ماذا نفعل بهذا لا نعمل منه ندائم من ندائم العشرات ثلاث من العشرات صفر ما هيجي ندائم من المئات المئات ضط واحد صير سبعة عشرات صير عشرة واحد ناقص من العشرات صير تسعة وهذا الواحد أخذنا من العشرات نضطي للأحد والأحد صير عشرة أحسنت يا وردة أحسنت يا تصويق اليارا أحسنت ممتازة الآن نستطيع النطرح يا وردة عشر وناقص خمسة يساوي خمسة أحسنت يا حلوة عشر ناقص خمسة خمسة ننتقل للعشرات يا حلوة تسعة ناقص خمسة يساوي أربعة أحسنت يا وردة سبعة ناقص ثنين يساوي خمسة ممتاز شكرا جزيلا يا أميرة يا يارا شكرا جزيلا يا حلوة شكرا يا أميرتي الآن أطلب من صادق يلا يا بطل الأبطال يا صادق يلا يا صادق أريد من صادق يشارك نبحل السؤال التالي يلا يا صادق يلا يا صادق نعم صانت يلا حبيبي يا صادق 600 ناقص 134 تائم بعد مئة الطرح يجب أن نطرح نبدأ من الآحد ونطرح الآحد مع الآحد والعشرات مع العشرات كذلك المئات مع المئات ويجب أن يكون العدد بالأعلى هو الكبير حبيبي يا صادق صفر ناقص أربع نستطيع أن نطرح لا ماذا نفعل بهذه الطريقة يا بطل ندام المدام والعشرات العشرات صفر فالستة رح يصير خمسة والعشرات عيصير العشرة نعم كم يارا طيب فالأحد يصير عشرة صادق صادق حبيبي المئات أنطرت للعشرات أصبحت عشرة طيب العشرات كم تعطيه ال ال الواحد طيب العشرات كم تصبح تسعة أحسنت الآن هي أصبحت عشرة لكن تعطي واحد في الواحد تصبح تسعة كل أحد كم تصبح يا بطل عشرة أحسنت أحسنت الآن نستطيع أن نطرح يا صادق عشرة ناقص أربعة خمسة عشرة ناقص أربعة تأكد يا صادق ستة 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 خيبوا العشرات تسعة ناقص كلاثة ستة ممتاز والمئات خمسة ناقص واحد أربعة أحسنت يا بطلي شكرا جزيلا يا صادق يا بطل الأبطال شكرا جزيلا يا صادق شكرا شانت عفوا يا بطل شكرا يا بطل الأبطال الآن أطلب من مهدي أنور مهدي أنور يلا يا مهدي يلا يا مهدي أهلا يا بطل يا بطلي مئة وتسعة وأربعون ناقص أربعة وعشرون دائما نبدأ بعمليات الطرح من مرتبة الأعفال دائما يجب أن يكون العدد البالأعلى هو الكبير تسعة ناقص أربعة مهدي نستطيع أن تطرح نعم أطرح ليها يا بطل تسعة ناقص أربعة وخمسة أحسنت من دقل المرتبة العشرات أربعة ناقص وثنين نستطيع أن نطرح نعم أطرح ليها يا بطل أربعة ناقص وثنين وثنين أحسنت والمئات يا بطل نعم نقدر نطرها طيب أكو عدد تحتها نقدر نطرها لا إذن ماذا المئات ش راح يصير بها تبقى كما هي أحسنت يا بطل أحسنت يا بطل الأبطال يا مهدي شكرا جزيلا يا بطل يا مهدي أحسنت يا بطل الآن نطلب بطل من الأبطال الآخر شاركني بالحال أطلب من كادي كرام يلا يا كادي يلا يا حلو يا كادي نعم سانسي أهلا يا كادي الآن لدينا العدد 739 ناقص 63 يا حلو كادي دائما عملية الطرح نبدأ من مرتفع لا حال يجب أن يكون العدد اللي بالأعلى دائما هو الكبير 9 ناقص 3 نستطيع أن نطرحها حلوة لا انتبهي كادي أيهما أكبر 9 من 3 نستطيع أن نطرح نعم نعم أطرحي لي 9 ناقص 3 تسعة ناقص 3 حبيبتي كادي تسعة هي الكبيرة تسعة هي الكبيرة كادي تسعة بالأعلى هنا كبيرة تسعة ناقص 3 نستطيع أن نطرح نعم اطرحي ليها 9 ناقص 3 يا حلوة يلا يا كادي تسعة ناقص 3 كادي تسمعيني ماما نعم يلا حبيبتي اطرحي لي تسعة ناقص 3 يا حلوة كادي تسعة ناقص 3 كم يساوي 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 ستة يساوي ستة يا حلوة تسعة نأخذ منها ثلاثة يتبقى لنا ستة يا وردة الآن أطلب من تلميذ آخر شاركني الحل يلا يا يزن يزن إبراهيم يزن حبيبي يا يزن تكمل السؤال ثلاثة ناقص ستة نستطيع أن نطرح لا ماذا نفعل بهذه الحالة نقول ثلاثة النقص ستة ما يصير مناخل من المئات واحد المئات صارت ستة والعشرات صارت تلتعش ثلاثة ناقص ستة طلع ستة ما عش داعش عشرة تسعة ثمانية سبعة سبعة أحسن تبقى تنزل ينرقم كويها فالستة تنزل مئات أحسنت يا بطلي ممتاز يا بطل الأبطال مينة ستة وسبعين ممتاز يا بطلي شكرا جزيلا يا بطل الأبطال شكرا جزيلا إليك يا بطل شكرا يا بطل الأبطال شكرا يا بطل الآن يا أبطالي دعالوا شوف آنوا ياكم فيديو يوضح إنا جدول الضرب يا حلوين يوضح إنا فيديو يوضح إنا جدول الضرب آنوا ياكم نحن أخذ جدول ضرب الاثنان دعالوا شوف آنوا ياكم جدول الضرب اثنين في خمسة عشرة جدول الضرب يا حليمي تعلمنا جدول ضرب الصفر تعلمنا جدول ضرب الواحد الآن نتعلم جدول ضرب الاثنان أطلب من تلاميذ الحلوين اثنان في صفر ما يساوينا يا حلوين يساوينا صفر اثنان في واحد يساوينا اثنان اثنان في اثنان كم يساوينا يا أقالي أربعة كيف أصبحت أربعة شنو معنى اثنان في اثنان إثنان في إثنان معناها ثم مرة جمعة الإثنان مع نفسها إثنان في إثنان كم مرة معناتها لجمعة الإثنان مع نفسها معناتها إثنان زائد إثنان يساوي لنا أربعة معناها الإثنان زائد إثنان يساوي لنا أربعة إثنان في إثنان معناتها كم مرة جمعنا الإثنان مع نفسها مرتان إثنان زائد إثنان إثنان في ثلاثة أساوي 6 بما معناها كم مرة جمعت الأثنان مع نفسها ثلاث مرات منعاق ذلك إثنان ثعث إثنان كم مرة جمعت الأثنان مع نفسها أربعة مرات وليساوي 2 زاد 2 زاد 2 زاد 2 2 في 5 كم يساوي أنه 10 بما معناها كم مرات جمعات الاثنان معنا في السحر 5 مرات 2 زاد 2 زاد 2 زاد 2 زاد 2 زاد 2 ساوي لنا 10 ساقف الثامن للأفعال قدح الدفاتر وكتابة جدور ضرب الاثنان بالدفاتر أمام الكاميرا يلا يا عبطالنا الحلوين أشوف تناميس الأفعال المتفوقين أطلب من أبطالي المتفوقين يكتبون جدور ضرب الاثنان بالدفتر يلا يا عبطالنا الحلوين يلا يا عبطالنا الحلوين نطلب كتابة جدور ضرب الاثنان بالدفاتر اثنان في صفر صفر اثنان في واحد يساوي لنا اثنان اثنان في اثنان يساوي أربعة بما معناها كم مرن جمعة الاثنان مع نفسها مرتان اثنان زاد اثنان تساوي لنا أربعة اثنان في ثلاثة بما معناها كم مرن جمعة الاثنان مع نفسها ثلاث مرات اثنان زاد اثنان زاد اثنان يساوي ستة اثنان في أربعة يساوي ثمانية بما معناها كم مرن جمعة الاثنان مع نفسها أربع مرات اثنان زاد اثنان زاد اثنان يساوي ثمانية اثنان في خمسة يساوي عشرة بما معناها كم مرة جمعة الاثنان مع نفسها؟ خمس مضاع اثنان زاد اثنان زاد اثنان زاد اثنان زاد اثنان التلاميذ اللي مخلصين كتابة يا حلوين أرجو رفع الدفاتر التلاميذ اللي كاتبة يا حلوين يمتد من التفتر يا أبطالي تكتبون جميع جتوى الفروب مع هاي الاثنان اللي إيجاة لها جانب هيا حلوين هاي الاثنان زاد اثنان اثنان ثلاث فرات تنكرروا وأربع مرات هاي أيضا مفروب هيا حلوين أحسنت يا زين أحسنت يا بطل الأبقى جميع هالوارحة على الشاشة أمامكم تنقلوها بالدفاتر جميع هالمكتوبة على الشاشة أمامكم تنقل بالدفاتر أحسنت يا زين انتهم للكتابة يا بطل أحسنت يا عبدالله أحسنت يا اليسار ممتاز يا ورده أحسنت يا أحسنت يا عبدالله شكرا